مش ضروري أبعثه للطلاب مع أنه اللي ما بدي يحضر يمكن يروح على طيب نعمل الشير المرة الماضية ليش ما أجيتم على المحاضرة شو كان عندكم كان العدد قليل نفس الشي اليوم نحكي عن محاضرة رح نحكي عن اللي هو الطب الوقائي في الطب الأسنان نحكي عن مفهومه عن بعض الأمراض اللي موجودة في ورح نحكي عن شوية عن اللي هي طرق الوقاية السنية في البيت ونحكي عن معناها في العيادة اللي هو الطب الوقائي اللي ممكن ينعمل في البيت يعني هيك نعرف أنه الوقاية في طب الأسنان ممكن تنعمل في البيت وفي ممكن تنعمل يعني يوسي جزء في العيادة العيادة الأسنان عند طبيب الأسنان طيب طبعا يعمل على إحباط بداية المرض الوقاية نعرف أنه مشان ما يصير المرض فمنعمل إحباط لبداية المرض أنه ما يبدأ المرض كيف يعني زي تحط مثلا أدوية وأشياء معينة على الأسنان حتى أنها هي تقاوم التسوسات فإحنا نعمل على أنه نعطل أنه ما يصير التسوس عن طريق الطب الوقائي وعندك معناه كمان يعني تعمل عملية عكسية لتطور المرض الوقاية بتحسن من انعكاس تطور المرض فتعمل على أنه يتحسن المريض يوقف المرض طيب ما ديش خلينا نحكي أمثلة هلا بنوضح أكثر طيب الطبيب الأسنان بقدر يعمل يعني يشير على المريض يشير عليه ويعلمه في تعليم وقاية كيف تعلمه مثلا كيف أنك تفرشي أسنانك عادة كثير ناس التيث براشن بيكون ليش بالأسنان دائما بيكون في بعلم الأطفال طبعا الأطفال بيكون في عنده برايماري تيث وبفرجيهم كيف لازم يفرش الأسنان وحتى للكبار للأدلت البالغين في عنده بيكون مودل زي هيك وعنده فرشي وبعلم المريض كيف لازم يفرش أسنانه بطريقة صحيحة لأنه في كتير ناس يفرش بطريقة خاطئة طبعا هذا كله راح تتعلمه في المستقبل كيف طرق التيث براشن يكون الطريقة الصحيحة وتيث براشن أو توث براشن و بلوسين شو معنى بلوسين بلوسين هو عبارة عن أنك أنت تمشي الخيط بين الأسنان زي إنك تتمشي الخيط بين الأسنان وتنظفهم شايفين وعلى راح نحكي لهم أكتر فطبيب الأسنان بعلم وهذا يعتبر برينشين بيعلم وكيف تعمل بالخير أنك ما ترجع حلتك كمان خلال خلال الطريقة طب كيف يعني يعني أنك تحكي تعلم الأطفال كيف أنه لازم يعني لازم يتزبط الأكل طريقة الأكل يعني طريقة المواقل الأكل اللي أنت بتأكل مثلا زي ما تحكو المصصات الحلويات اللي بتلتصق بالأسنان في حلويات تلتصق بتكون فيها نسبة سكر تلتصق والأسنان لازم لابتع عن خصوصا الأطفال أو العلاج الوقائي ممكن نعمل في عياداتنا يعني في الأمور اللي حكيناها في البيت طريقة الأكل أو طريقة المواقل يعني اللي بنوكلها ونخفف الشغر طيب وفي عنا بالعيادة الأسنان ممكن نعمل الضب الوقائي نفس الحكي طيب طيب عشان ما يصيرش في عنا التسوسات وقائل وارستين إيقاث و عملية عكسية لل كاريس كاريس معناها إيش تسوس أمراض لت تتذكروا كلمة اللي هي حكينا شو معنا كلمة اللي هي الأفات أو الأمراض اللي بتصير حوالين إيش السن يعني والعظم أوكي نحن طبيب الأسنان ما بيعالج فقط الكاريس أو مضاعفات الكاريس وإنما كمان بيعالج البريدونتل ديزيزز طيب مثلا بقول لي هون في يعني زي أورال تيشو ديزيزز أورال لهي فموي تيشو أنسج ديزيزز أمراض الأنسج الفموية ندرمى the condition that all inspections كل الفحوصات of the oral tissue is done to determine ليحدد the condition of the mouth مشان تعمل تعرف ال condition of the oral cavity عند فحصك للفم ممكن تلاقي إيش oral variety diseases ممكن تلاقي أمراض في ال oral cavity كمان طبيب الأسنان مش بس قوية وعلاج الأمراض وإنما الكشف وال diagnosis تشخيص أمراض الفم أمراض يعني مش فقط إحنا عكيلة معناته إنه فقط بس الأسنان علاج الأسنان طبيب الأسنان وإنما الأسنان والأورال معناها آفة آفة آفات الفم أمراض المشاكل بتصير في المخاطية في الميوكس في مخاطية الفم طيب Inflammatory Tissue or Infected Patch شو كلمة شو معنى كلمة patch العربي خلينا نفتح لكم أول شي صورة مثلا إحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر patch 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 معناها رقعة أو بقعة شايفين هذا اسمه patch لما تسمع كلمة patch لازم تكون عارف أنه هي معناها وطبعا فيه أنواع كتير بس كلمة patch معناها رقعة أو بقعة بيش زي بقعة رقعة فهاي البقعة أو الرقعة وهي البقعة patch وهي patch وهون patches تمام patch شايفينه هذا عبارة عن patch patches أكثر من واحدة بقعة طبعا هات كلها أمراض مختلفة راح تدرسوها بعد دعا infected inflammatory tissue يعني التهابات الانسيجن أو infected patches اللي هي ال patch الاف البقع الالتهاب التهابية in the skin أو أو oral cavity أو mucosa مش بس ال skin هنا يعني نحكي عن oral cavity فمنحكي عن mucos membrane ميكوزة اللي هي مخاطية الفم الأعراض اللي هي بتيجي مشاركة لهاي ال patches بيجي في عندي واجع أحيانا وأحيانا في patch أو patches without pain مش كله بيجي بوجع في منه فقط patch وما بيوجع في منه painful وفي swelling مرات حوالين patch بيصير في swelling اللي هي انتفاخات أو تورمات حوالين patch وفي منه بيجي عاري وبيجي في أحيانا بيجي pus وأحيانا ما بيكون في pus شو معنى pus أو قيح أو بالعامية نحكي المدة أما lesions هاي منحكي هون عن oral lesions زي ما انتو شايفين في أنواع وهاي أمراض مش مطلوب منكم هلا ايش تحفظوها أو تعرفوها لأنه هذا لسه لسه على سنة رابعة بتبلش وتدرسوهم هاي الأمراض أو آفات أو آفات الفم كلها هاي الأنواع اللي هي مش مطلوب منكم تعرفوهم هلا هي عبارة عن ايش عن كل الآفات هاي تمام طيب وفي عنا غير الآفات هاي الآفات اللي بتصيب التشو نسميها oral lesions أما الآفات اللي بتصيب التوث نفسها اللي اللي كاريس تصيب فيه باجز وفيه أنواع تاني فيه يعني فيه إصابات فيه جروح بتصير فهذا كله بسموه oral lesions هلا مش موضوع كتير بس نعمل بشكل عام نعرف شو oral lesions وإنه بيكون فيه هاي الأمور ومن نعرف أنه اللي بصيب السن نفسه هو عبارة عن إيش اسمه كاريس هو التسوس طيب فيه عنا إيش قولنا أورال lesions في عنا وقلنا في عنا كمان جينجيف هاي مفاهيم نعرفها هو عبارة عن قولنا نحط آي تي آي اس آخر إشي معناها التها آيتس في أي إشي في الطب في الطب آيتس آخر إشي بيكون معناها التهاب Inflammatory Process Inflammatory Process يعني عملية التهابية Inflammation التهاب Of Gingiva وإنها Gingivitis Gingiva شو معناها Gumb هي اللتة اللتة المحيطة بالأسنان أو اللتة هاي اللتة هاي هي عبارة عن soft tissue لما نحكي هون Gingivitis إحنا منحكي بس عن اللتة وما منحكي عن العظم اللي تحته لأنه إذا حكينا عن اللتة وعن العظم اللي تحته والعظم المحيط بالسن هو عبارة عن periodontitis periodont حوالين الأسنان شو حكينا في حوالين السن في عنا عظم في عنا لتة صحيح في عنا periodont فها في عنا فهادي بسموه periodontitis أما لما تكون اللتة لحالها منحكي Gingivitis Gingivitis فبقولك ريدنس وصير فيها إحمراء زي ما أنتوا شايفين هون هادي في عندي هون هون في عندي ريدنس كون هل نشوف يمكن الصورة أحسن تشوفوها من هاي الصورة شايفين هاي الصورة أحسن هاي لما نقول healthy gum ولما نقول Gingivitis هاي القم كويسة هاي القم فيها التهاب الجنجر شايفين الفرق فبكون في عندي ريدنس بكون في عندي نافخة وهاي صورة نفس الشي شايفين هون ولاحظوا هاي هلا بعد شوي من نحكي عنه شايفين هاي الطبقة لونها هيك يعني في طبقة بتحس طبقة مغطية للأسنان هاي على صفار هيك هاي طبقة شايفين هاي لونها يعني هاي الأسنان الطبيعية النظيفة مثلا وهون في عنا طبقة هون هاي وعليها طبقة كيلس كمان طبقة اللي قبل شوي فرجناكم إياها هلا راحت كمان مرة نجيبها هي بسموها بلاك بلاك وهلا راح نيجو نحكي عنها طبقة اللي بلاك هاي تعمل لي هاي شايفين هاي وهاي ممكن انت هاي الطبقة اذا في عدة يوم او يومين مش نفرش اسنانك وبطرف اضاف راك مشيت عالاسنان هيك بتلاقيه فيه اشي بيطلع تحت اضفرك هاي هاي البلاك وهاي طبقة سيئة جدا بتعمل الالتهابات للتل زي ما انتوا شايفين وبتعمل لي ايش بتعمل تسوسات في السن وهلا راح نحكي عنهم بعد شوي هاي هي الجنجيويتس والسبب عن طريق اللي قبل شوي حكينا عنه الهايجين مش كويس يعني هيجين يعني نظافة مش كويس يعني بتفرشيش اسنانك كويس وكان عندك بلاك بيعمل ايش الالتهابات للتل وفي عنا او طريقة الاكل الاكل اللي عندك مش كويس دايما الاكل الصوفت فقط الاكل الصوفت بدون ما تأكل اكل هارد او بدون ما تأكل خضار او فواكه هذا الاكل الصوفت بتلاقيه بيعلق الاسنان وما بيعمل عملية تنظيف في عملية لما تأكل الاكل تعمل عملية المضغ والطعام بيكون يعني اهارد شوية يعني ها في فواكه خضروات يعني مش اشغة بتلاقيه بيعمل عملية اصلا نفسه الاكل بيعمل تنظيف او بيقيم بيساعد على انه يقيم طبقة البلاك اما اذا كنت تأكل كل اشي صوفت اه الداية بتاعك بصير في طبقة البلاك اكتر اه طيب وبصير بسبب غير الهايجين طيب اللي هم المهيجات فيه مهيجات يعني ممكن مواد مواد محفزة او كيف نجي مع بالعربي المواد شوية بس مهيج ايوه مثيرة مهيجة بالعربي مواد مهيج لللت امراض بتصير حوالين اللت بتعمل كمان اللت اللي هي العباء العادات السيئة مثلا بتدخل بتظلك تلعب اللت بتحط ألم يعني فيه اشياء كتير رح تدرسوها لأود داك تمام طيب البريدونتايتس هلأ بالقبل شوية وانا انتفقنا انه عبارة عن القم اللي حوالين الاسنان يعني فقط المحيطة مش حوالين محيطة بالاسنان محيطة محيطة حوالين البريدونتايتس داك 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 حول دونتايتس دونت معناها سن التهاب التهابات ما حول الاسنان هاي الكلمة طول عمرك حضر لك تحكيها فالالتهابات اللي بتصير في حوالين الاسنان في العظم وفي اللتة بيعمل بعديها عملية ايش انه في انحصار للتة و دوابان في العظم بتلاقيه ايش اللتة بتدوب ها وبتبين جزء من السمنتم انهم سمنتم بتلاقيه صار يبين وصيف فيه دوابان بالعظم وبعد فترة من عدم العلاج بتلاقيه ببلشوا الاسنان يتحركوا حتى هاي شايفين السن هادة طبيعي بس ايش ما فيه تسوسات بس وين المشكلة المشكلة انه العظم عم بتوب في عوامل تانية عاملة مشكلة في وبتخرب لي ايش الاسنان كيف بتخرب اسنان انه صير طبعا وضوحها في العظم قليل صير فيه انحصار وذوبان في العظم وبصير فيه الاسنان هاي بتبلش تتحرك يعني بعد فترة بتلاقيه وصل العظم من هون وببلش ايش المريض يفقد اسنانه وخصوصا هاد المرض كتير بصير عند ايش ان كنترول ديابيتس اه لما يكون عنا اه السكري مريض في السكري ومش محافظ على السكر يعني السكر عنده مش بتبع مع الدكتور وما بيضبط مستوى السكر في الدم بضل مستوى السكر في الدم عالي ومستوى السكر في الدم في العالي بيعمل التهابات شديدة في ويبلش بتلاقيه مثلا بصير يخلع اسنانه وبتلاقيه ما في دينتال ليجينز احيانا بيكون السن كويس بس ايش بتحرك معناته عنا في مشكلة وادا كله راح ندرس احنا بنحكي عن مفاهيم عامة عشانا تكون عارف شو معنى كلمة ليجينز رايب وفي عنا اش اسمه بيري كورونايتس بيري وانا شو معنى حول كورون شو معنى الكورون اليه الكراون ايتس اليه التهاب التهاب ما حول الكراون وعادة نحفل الكراون بيطلع عن مستوى الكراون صح طب كيف عندي التهاب هاي بيكون عادة هي دايما بيري كورونايتس التهاب ما حول الكراون بتكون عادة في طواحيين العقل اللي ما بتكون بزوخ كامل فبتلاقيها جزء طلع وجزء ما طلع واللتة وبصير يدخل الاكل والبكتيريا هون وبصير ايش يت الالتهاب بتكون بصير بلش في التهابات حوالين المحيطة بالكراون اللي هو يعني لسه مش طالعة او اللي هي طالعة بشكل زي هون طالعة بشكل جزئي فلما نتطلع مثلا على الصور وبتكون في في طواحيين العائل خلينا نتبرج انا بحب دائما استعين بالصور عشان افهمكم بطريقة احسن بيريكورونايتس اي زي ما انتم شاهدت طحونة العائل شايفين اي هاي مثلا طحونة العائل ما طلعت كويس اه هاي طحون لسه في جزء فهي عندي شوية بيريكورونايتس هذا لسه بيريكورونايتس خفيف اي طحونة العائل اخر طحونة في التهاب في الصفتش وحواليها بيدخل اكل ونال لانها ما طلعت بشكل كامل فهذا الالتهاب في المنطقة هاي بيسموها بيريكورونايتس اي طحونة العائل ما طلعت بشكل كامل فعملت لي مشكلة وهون هاي هون لسه اكتر بيريكورونايتس هاي لسه وهون بصير وبيصير في عندي وجع شديد هون واحيانا بقدرش يفتح دمه كويس هاي بيريكورونايتس هاي طحونة ما طلعت كلها هاد اللي ايه ايش فيار سمولار سكان مولار بثير السوفلي البيريكورونايتس كذو واحي كمان بيريكورونايتس نحن تابع كلها هادا الانتهاب بيريكورونايتس باي 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 هادا المثلا الليكو بلاك هاي كلها عبارة عن امثل مش كنا نامراض طمام احنا بس امثلة ليكو بلاك ليو لوس هيني ما ليكو لقيش الليك بيبلش عندك شو معنى ها معنى ها وايت درسناها بلاك ما بلاك طيب هي صفيحة يعني ليكو بلاك هاي عبارة عن باتش مضبوط وايت باتش او باتش يعني بقاع هي عبارة عن بقاع بيضة بتصير وتصير بتصير على الخد عادة اه ومرات بتصير يعني عادة بيكون الخد ومرات بتصير على اللسان مهم في كله ممكن تكون اي مكان بس اكتر اشي بيصير على على الخد ومرات على اللسان وهاد هذا عادة بيكون عند المدخنين وعند اللي بيشربوا اه كحوليات يعني مشروبات روحية او مشروبات اللي فيها الكحول تمام مشروبات محرمة يعني عادة بصير مش عم ممكن يصير معهم ليكوبليكيا وهذا الاشي ليكوبليكيا اذا بيضل وما بتعالج وما بيوقف عن التدخين او بوقف عن شرب الكحول اه مشروبات الكحولية ممكن هذا اللي اللي لونه ابيض ممكن او ممكن يتحول لما شو معنا كلمتنا معناها يعني يصير خبيث خبص يعني في عندي خبيث 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 وحميد فهذا الاشي خطير لازم يتعالج معنا هل مش وقت العلاج نحكي لكم كيف يتعالج وهيك بس من أحد أدوات العلاج أنه ننوقف التدخين وهذا وفيه كمان ممكن استقصالها وفحصها للتأكد إنها ما تحولت لورم خبيث لما ننسي طيب هايليكو بلاكيا وفيه عندنا مثلا إيريثرو إيريثرو عنها أحمر بلاكيا زي ما حكينا بلاك أو باتش طيب نفس صار واحد لون أحمر من أحد على أحمر redness red tissue patch on oral mycosa of palate or mouth floor or cheek could be everywhere anywhere ماشي وهذا اللي لونه أحمر لسه صار على أحمر بيجي على أخطر لأنه بيعتبروه pre-cancerous شو معنى cancer cancer سرطان pre-cancer ما قبل السرطان يعني هذا بتحول لسرطان إيريثرو بلاكيا الصوت بيقطع عندي هذا زمان يمكن الفروض عاديا عندي ما في مشكلة في النت قال أوكي أنا مرشحي شوية ومريض أوكي بس بقطع لا معرفش يمكن عندك الانترنت طيب إيريثرو بلاكيا وفي عنا teeth disease أمراض السن نفسها أو إيش سموها dental caries طبعا teeth disease في أمراض للأسنان أمراض للأسنان أحداها طبعا dental caries مش كل إشي بال الأسنان في يعني اللي جاءنا أفات تانية ممكن نصير في نفس إيش في نفس hard tissue of teeth تمام إحداها طبعا اللي هي dental caries اللي هي تسوسات الأسنان والأشهر تسوس الآن في أشياء يسمحها تآكل في الأسنان في أشياء تلون الأسنان في أشياء مشاكل في الميناء للأسنان أو cementum للأسنان في أشياء cementum للأسنان في أشياء اللي هي أحدها dental caries اللي هي الأشهر تسوسات caries تسوسات طيب dentists والأسنان طيب عادة الطبيب عندنا يفحص oral cavity لما تصير ودك هاترجاء الله هاتفحصوا وتعملوا chart شو معنى chart هده chart اللي هو تعبي تعبي مثلا يصير في عندك charger وتحط علامات على كل إشي بقول لك هذا مثلا في عنده fracture هذا مثلا في عندك نجوز تحط علي fracture في عندك مشكلة فوق السن في التهاب نحط pre-apical abscess معنى التهاب أو خراج فوق السن في عندنا gold crown نحط مثلا نقول chart كيف بتصير تعبي لازم تعبي كل دكتوريس لازم يعبي عند أول مرة بفحص في المريض لازم يعبي وهاده رح تصير تعبو وتبلش وتعبو على ثانية رابعة إن شاء الله بتبلش العيادات الكلينيكية العيادات السريرية عندكم بتبلش على سنة رابعة وخامسة سنة رابعة وخامسة رح تكونوا بالعيادات سنة ثالثة فصل ثاني أنا رح أعطيكم التخدير تبلشوا تعملوا تخدير local anesthesia تخدير السني رح تصيروا تعملوا على فصل ثاني سنة ثالثة رح تبلشوا تدخلوا على العيادات وتتعلموا كيف تعتوا إبرا التخدير على ثانية رابعة بتبلش تاخدوا العيادات الدياغنوزز عيادات اللي هو التشخيص كيف تفحص المريض كيف تفحص كله شو معنى يعني بحط العلامات هاي اللي هي على الشارت عندي تسوس بحط تسوس عندي عصب بحط في عندي جسر بحط علامة جسر ثابت في عندي سن سحبت مسحوب عصبه وفيه حشوة عصب بسموها القناة محشية في عندي زي هاي العلامة مثلا اللي هي زي زرعة في عنفة عنا وطبعا من مكان لمكان بيختلف كيف تعبيه كيف تحطه هاي متلا انا حطيت علامة انه هون طواحين هدول مش طالعين يعني طواحين عقل مطمورة وزدر امباكتد صنو كام وهذا متلا انا بدي اخلعه يقولك يعني لازم نخلعه هاي بقول كلاس وان انا رح نشرعه عنده كلاس وان كلاس دو فالامور هاي كلها هاي العلامة بتاعمل انا اكرام فانت فانت كطبيب اصناع بتصير تعبي الشارت العيادة من اول examination فحص للطبيب للمريض ال patient وكمان ممكن تعمل صور radiographs صور panorama طبقية وفي صور طبقية وفي عدة انواع من الصور هاي الصورة اسمها panoramic x-ray او panorama بتفرجيني بشكل عام كل الاسنان وعظم الفك العلوي وعظم الفك السفلي وبيجي ايش الجويند التيمبرو منيبيولر جويند هاي الفوسة وهاي الكنديل والنيك فببين لي كل الاسنان هاي panorama ايش اصحي اثير طيب وهاي الpanorama بتساعدني على فحص يعني انا بفحص والامور هاي اللي هي الكراونز واللت الجنجيفا الجم المحيطة والميكوزا في التيم كله بقدر اشوفها عن طريق الفحص السريري على على كرسي الاسنان بشي بمكن افحصه كيف ومن وين لوين بلش الفحص بشوف الهار تشيو تيث وبشوف الاورال ميكوزا والاورال كذية كله بفحصه وبعدين ممكن اطلب الصورة الصورة الاشعة الاكس ري شو ما كانت هاي او غيرها حتى اني اقدر انا اشوف شو بقدر اشوف هون بقدر اشوف العظم او البريدونت او كل الاشي كل العظم المان دبل والمكزلة ما يحاولي الاسنان وهون بقدر اكتشف مثلا انه في عندي طحونة عائل مطمورة مش طالعة زي ما انتم شايفين وهون في طحونة عائل مش طالعة وهون في طحونة عائل مش طالعة مثلا تيه مثلا بشوف هذا الابيض معناته بعرف ان هون في ايش في حشوة على هذا السن على الكراون وهون في حشوة صغيرة طيب هون في حشوة وحشوة اوكي فانا عن طريق ومرات هون ما في علام مثلا الاسرائل بالمرام اكتشف شايفين هولا مثلا بتطل على الصورة هاي بتلاقيين ايش بشوف بقدر احدد هاي واحد حاد زرعة شايفين مرغي هاي هادا الابيض مثلا عامل علاج للعصب هادا الابيض كامل هادا الابيض معناه كراون وهادا الابيض الكامل كراون كراون هاي زرعة كراون حشوة صغيرة هون هاي حشوة عندي هادا حشوة عصب نون وابيض شايفين فأنا لما اشوف في العيادة الفم وبفحص بشاف الاسنان فقط هون هادا المستوى ولدت اما ما بشوف في ليش لانا هو زائد العظم حوالين الاسنان شايفين هادا العظم كيف بقدر اشوفه انا وانحسار العظم بقدر شوفه بس بقدر اشوفه بس وين بال اكس راي وعصور البادراما بقدر اشوف شو طلع عنده اسنان شايفين هاي لسه الاسنان التائم لسه ما طلعت شايفين وفي عني اسنان دائمة فبقدر احدد عمر المريض انه هاي في عندي المولر الاول طلع يعني صار عنده ست سنين وهاي اللي تحت بلش يطلعون اللي هم اللي هم تقريبا عمره سبع سنين بقدر اقول هنا لانه لسه ما طلع تقريبا بقدر من عمر حتى اعرف من الايش من الاطفال لما اشوف الفانوراميك يعني قلنا اول بطلع وين لانه هذا من اقول ايش هذا سنترل بقمنا كيف بناش نصعبها عليكم بس يعني بتقدر ايش فال مهم جدا بيجيني واحد اه يعني بيجيني زي هاد بيكون هاد زارع كل سنان بس افحص تمه لسه مش طالع اشي مش حاط لما افتحت مبلائي ايش كل سنان ما عنده سنان لما اعمل لوا كسي بلا انه كل عنده زرعات جو العظم لسه وما ركب عليهم كراون اوكي لانه لو ركب عليهم كراون بيبين ايش في هون تلاقي ايش في تلبيس زي ما قلنا هون هاد سن علي زرعة وفي فوق وتلبيس شايفين فنقدر نشوف وبنقدر نشوف وبنشوف وبنشوف كل شي عن طريق وطبعا في انواع هادا البانوراما هي الاشهر اللي عادة بنعملها اول صورة بشان نشوف بشكل عام بشكل عام كل شي وبعدين ممكن نطلب صور تاني اضق لاماكن معينة زي و اشياء تاني رح تدرسوها بعدين مش مشكلة بس هذا اللي بدأ اقولكم دايما الطبيب بيفحص بيفحص سريريا بعدين بيفحص الاشعة بعمل الاشعة طيب رجعنا لل دينتال كاريس دينتال كاريس اللي هو توث ديكاي ديكاي معناها تحلل تخمر هاي معناها يعني بتحلل وبذوب ال هارتش او تماعدن تخريب تماعدن دي يعني تدمير تماعدن الاسنان تماعدن اللي هو الكالسيوم المواد المعدنية الغير عضوية الموجود الموجودة في وهذا كله رح تدرسوه بس اني بنعرفوا انه تعال ديكاي طبعا في اشي اسمه ذوبان وفي اشياء تانية غير الكاريس من بس اشهر واحد طبعا هو اكتر اشي اللي بيكون موجود هو اللي هو تسوصات الاسنان طيب طيب بتصير تحلل عادة في هذا المكان بسبب ايش البكتيريا اللي بنقول اللي موجودة جوه اللي بتعمل عملية تحلل وتعمل افراز ل لحوامض بصير فيه عندي افراز حوامض من البكتيريا الحوامض هاي بتعمل على خلل في تمعد السن المعادن في سيهة دي منراليزيشن دي يعني دي منراليزيشن شايفينها شو معناها بالعربي بالضبط تخرب المعدن او يعني او تحل المعدن بس انتم فاهمين هاي يعني او تحلاليزيشن التكلس. دي تدمر التكلس. يعني التمعدل. نشكل هذا كله بالعرب مكتوب. نزع المعادن. يعني التخريم. وزالة الكلسة. نزع المعادن من أنسجة المعادن. العملية هي بتعملي البكتيريا. شو اسم البكتيريا اللي بتعمل هاد الشي. هاد زي اسمك. ستريبتاكوكوس موتانس بكتيريا. زي اسمك. ستريبتاكوكوس موتانس. ستريبتاكو في انواع لليش. ما بعرف انتو درستو. مايكروبيولوجي او شي. ستريبتاكوكوس موتانس. بكتيريا. موتانس اعتقد قرادة او شي زي هير. لاتيني. طيب. هاي البكتيريا شو بتعمل. بتعمل حوامض بسبب بلش انها هي تشتغل هون. بسبب عوامل اللي بتزيد من تخص من من وجود هاي البكتيريا هي البلاك اللي حكينا انها بيجي وون. عالسى. دستروي يدمر توث تشو. 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 حكينا هار تشو صح؟ في عنا المينا. الـano. وفي عنا البلد. وفي عنا ايش؟ انت سمي يتم طحي? طيب. طيب طيب زي ما هون قلنا البكتيريا هاي اللي هي ستريبتا كوكوس موتانس مع الاكل بيعمل ايش مع الشوغرز بيعطي بتغذى على الشوغرز ويعطيني الناتج التغذية الفضلات ويعطيني اسد ايش شو معناها حوامض يلا حامض هادة بس يجي على التوث تيشو اللي هو على الاول شي شو بعمل لي ديمينراليزيشن وديكالسيفيكيشن حامض معادة بصير فيه تآكل ببلش عندي التسوص والتسوص بصير يمشي ويمشي اكتر اللي هو لب السن وبس تسلتها بآخر شي وجع شديد جدا في العصب السن انواع التحلل او تخمر او تخرب طيب في عنا هذا بصير خلينا شوف صور زيك هذا بصير في عنا طلعوا انواع لقيش لتخمر او تسوص الاسنان تفرج عليهم هذا رامبانت كاريس ريكورانت كاريس واريستيد كاريس خلينا نتفرج عليهم شو هم هدولا نتفرج على صور اكتر رامبانت كاريس بصير في عيلي ديكي اهل اهل اتفا رغصوا طلعوا. هذه الصورة هي نفسها لموجودة. طلعوا. كاريس هو عبارة عن الكاريس اللي بصير اولي يعني سيبيان تيجي عنها اولي او 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 يعني سطحي اه اولي اللي هو بصيب اول اشي التسوس شايفينه التسوس هذا التسوس له ابيض لاحظه وهنا على وهنا لسه ابيض عادي يكون في اول اشي هذا عبارة عن علامات وهنا في عنده تسوس بسيط سطحي هذا هذا بسموه اللي هو هذا يعني احنا نقول انه هو بداية التسوس بداية التسوس بسموها كاريس هون طلعوا اللونه ابيض شايفينه اولي هذا انسيبه هون نفس الشي اول لاحظين لسه ما في عني ما في عني كله في طبقة المينة لسه في طبقة المينة ما وصلنا وهي بتشوفها كتير مثلا الناس في عندهم كتير موجودة شايفين هذا لسه سطحي جدا لسه ما صار في عني شايفينه اولي هذا الكاريسي اولي يعني ما اعتبرو ما دخل ما نزل ما دخل ما نزل لو نتطلع عليها ايش تقونس السطحي شايفين وانه طرق علاج مختلفة شوية عن ايش يعني شوف باختصار اللي هي بداية يعني معناها اولي بداية الايش التخمر والديمنراليزاشن او بداية التسوس او التحلل معناها ديكاي تمام بداية همسل طيب لما صير ايش في عندي بيكون كبير اه طلعوا لاحظوا اللي هو منتشر في اسنان كتيرة شو بسموه كاريس اللي هو تقريبا عكس الايش و بكون في يعني في بتلاحظ انه في يعني بتكبر بكون كبير واصل الدنتين وقرب على العصب خلينا نتفرج عليها شايفين هاي هدا مختلف على اللي شفناه قبل شوية مزبوط رح تدرسوه كله هادو بس ها هم نحكي بشكل عام اي طفل صغير هاي اسنان اللبن وهي الاسنان ايش اللي بلشت تطلعوا ايش هاي هاي نوع الاول وعندي ايش وفي عندنا وفي عندنا وفي عندنا ايش ريكيوراند كاريس ومعنا ريكيوراند يعني انت متا كان عندك تسوس كاريس ونظفته وعملت عليه حشوة خلص نظفته امت كل الافكتد المتأثري الافكتد هار تشو اوف تيث نظفته بالبير حفرته نظفته هذا مش هاي الصور يعني حفرته نظفته وحطيت بعنيها حشوة خلص عساس كل شوية واجاك بعد فترة وبلمع على السن او عملت صورة اشعة وبين تحت الحشوة اللي امت حطيتها هاي بسموها حشوة امالغام اللي هي حشوة الفضة لقيت انه فيه تحت الحشوة عاود ريكيوراند كاسة للحالة اندي كاسي بالعربي يعني تكاس الكاريس التسوس يعني ريجع تكاس يعني ريجع فلاحظ انه لما قاموا لا 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 انه فيه عندي لسه فيه صار فيه تسوسات جديدة هاي نتفرج بس على الصور مش هاي نتفهم اكتر شو معنى ريكيوراند كاريس طلعوا لازم يكون فيه صور كويسة هاي مثلا هون طلعوا مثلا هون هاي صورة الاشعة مثلا ممكن تكتشفها بالاشعة انا هذا السن ممكن ما اشوف شايفين هذا الاسود اللي هون عن اشعة هذا الاسود هذا هو العصب والروت كنال هون و هون ولاحظنا انه في عندي اشي ابيض وحكينا هذا الابيض عبارة عن حشوة بصورة الاشعة لما تتفرج على مثلا يعني تفحص المريض عن طريق الفم ممكن تشوف انه الحشوة هاي كويسة من فوق ما في شي اوكي كل شي تمام بس لما تعمل صورة عشان هذا المكان مخفي جوة يعني ما تتطلع على الاسنان هون مثلا بتشوف ما راح تشوف هذا الجوة فالإكسرين ممكن يفرجيني انه فيه كاريس هايه اسود شايفينه هذا الابيض هو صح لازم هيك يكون الامامو لازم يكون ابيض ابيض الدنتين اقل البلب لازم يكون على سواد وهذا بتدرسوه فهذا ممكن انا اشوف على الصورة انه فيه صار في عندي تسوس تاني بعد ما زمان هو عالج هذا التسوس يمكن عمله هذا التسوس قبل ثلاثة اربعة سنين ورجع سوري الحشوة عملها قبل ثلاثة اربعة سنين ونظفها وبعدين صار فيه عاود حشوة تحتها صار فيه تسوس تاني تحت الحشوة هذا بسموه انتكاسة رجع التسوس هذا لازم يعاود يعالج الحشوة هاي ويوسع وينظف اول جديد ويحط حشوة جديدة لما نطلع هاي في عندنا الحشوة صح مش حلوة بس هاي في حشوة هاي في السواد هاي عمار من الحشوة القديمة طبعا هي حشوة سيئة وتسوس هذا بصير التسوس الانتكاسي اللي هو ممكن يصير بسبب انه الحشوة نفسها مش كويسا انه الحشوة ما فيه الها التصاق كويس ما لها التصاق كويس بالهارتشو تاعت السن فصار فيه ليكج شو معنى ليكج يعني تسريب بين الحشوة والهارتصار فيه تسريب وتدخل الاكل وتدخل البكتيريا بين الحشوة وبين السن فبصير عندي ايش تسوس ثاني انتكاسي وضحت هون في عندنا هاي حشوة قديمة نلاحظ انه فيه سواد هون فيه سواد هذا معنى ايش ريكيورانت كارس فيه عندي تحت وصار فيه مشكلة اعلم شو فيه حشوة ولا لا شو واضح كتير الصورة هون خليتفرج كمان هاي الصورة لهذا العلم او بسموه ساكندري مثلو ساكندري هاي فيه عاملين حشوة وتحتها ايش لو شوف على الصورة فيه اسود تحت الحشوة فيه مشكلة تحتها رجعت طيب ازا فيه عندي هاي عندي حشوة تجميلية لونها ابيض شايف هاي واحدة وهاي واحدة واللاحظ صار فيه سواد تحتها معنى تبلش ايش فيه تسوس لكن وهو نفس الشي تحت الحشوات صار فيه تسوسات ريكيورنت كاريس عرفتوا شو معنى وفيه عنا ايش اسمه اريستد اريستد يعني واقف يقبض اريست صح او واقف يعني واقف يعني خلص دي كايشوين اللي تحالسوا نو بروغرس تباطي جدا وبتلاقي واقف وخصوصا اللي بكون عندي بكبار في العمر في الخمسين في الارمين خلص بلش ايش التسوس بتلاقي ما بيمشي بقوة بتلاقي واقف مش دايما طبعا فبسموه اريستد كاريس دو بنتفرج عليه بكون في عندي زي هذا السن زي هذا مش لأ مش هدولة بكون يعني اللي بد احكي الكم اياه الصعب انا قد رح حدد هنا الاريستد لازم فحص ايشي اوضح هو حبارة يعني 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 مثلا مثلا هذا السم وهذا عند واحد كبير في العمر واحد يكون في تسوس التسوس هاد بتلاقيه صاله سنين لونه اسود تفحصه بالبروب فيه البروب اللي هي دينتالبروب دينتالبروب شايفين هاد دينتالبروب رح تستخدموه شايفينه هايو يكون مبوز هيك ها وبتصير مبوز تفحص فيه هاد المبوز تفحص فيه هادي اون هون تفحص فيه الكافيتي التسوس الكافيتي او الفجوة اللي بتكون في السن فاذا بتلاقيها هادي بيكون ايش مش يعني بيكون اه طريق مش طريق بيكون اه هارد بيكون معناته انه بطيء لحركة امن اذا فحصته ولقيت طبقة دينتين اه صفت شوية يعني مش اه هارد هداك بيكون عادة نكون عكس اه و الدينتين صح في تآكل بس ما في بروغرسيب سريا لما يكون طري معناه في بروغرس سريا نكون عكس هذا كله رح تفهموه بعدين بس تدرسوه مشان هيك اللي بتحكيه انه يعني بطيء بتلاقيه سنين لونه اسود محلسين و خلاص و مرات ما بصيرش بروغرسيب شوية شوية هذا كله رح تدرسوه وفي بتلاقيه على سواد وتحته طري شوية وطري بتلاقيه هدا بيش في بروغرس بتطور التسوص كله رح كله رح تدرسوه طيب الديستركشن اللي بتصير في احنا قلنا انه السن فيه صح قلنا فيه عندنا اكلوزل فيه عندنا مثلا هون ميزيل ديستل مثلا البلاتال اللينجوال باكل او لابيال درسنا هدا اشي حكينا لابيال اصويد في عندي ديستركشن اوف تيوث بايد دينتال ديكاي عن طريق ان تخبر يعني التسوص في عمنا الحجم حسب الحجم وحسب ايش المكان تاع الليجين اللي بصير دينتال كاريز او كلاس كلاسفايد انتو ثري تايبز الو ثلاث بالنسبة للعمق وبالنسبة لل العمق وبالنسبة لل دينتال ديكاي او دينتال كاريز او دينتال دينتال المهم التسوص اللي بصير في عمنا ايش بتصير كافيتيز صح طيب بصير في عندي تحضير للتسوص التسوص كان هون بدي احضر طيب خلي بس نفهم احلي كي اذا كان التسوص موجود على منطقة الكافيتي على منطقة الاكلوزل مثلا زيها هون ها ومن التسوص اللي هون على سطح واحد طلع وانت حضرت هذا محضر كيف يعني محضر يعني محفور التسوص ما ايوم التسوص شايفينه اذا حضرنا سطح واحد كان هون او كان بقلي كان لينجولي كان بليتالي كان ميزي كان مهم سطح واحد انت بتعرف السطح درسناها وانتو يوجوالي وعادة السطح عادة تسوص اكثر شي بيكون ايش يعني مثلا بالسطح الاكلوزل سيرفس او هو نفسه او في اللينجولي سيرفس القواطع القواطع او في الفيشار يعني هاي فيشارز تعرفوا الفيشارز الاسنان فيشارز باكل باكل او او عكسي حتى بارسين كيف شكله اه مش فيشارز اللي هون يكونوا باكل هون الفيشار او الفيشار اللي هون تمام مانديبولار باستيريار تيث ابرجيكم ايها بس انتفهموا اكتر الفيشارز اللي بيصيروا هدول الفيشارز اللي هون هون باكل ولينجوال في شخص اللي هو باكل ولينجوال طيب تحضير وينما كان هدو اذا كانت تسوز اكتر من سطح فراح اعمل التحضير الكافتي اللي انا عملتها حضرتها التجوة اللي انا حضرتها بالبير حفرتها ونظفت طبعا ليش بحضر انا بنظف التسوز عن طريق البير اللي بنبسكوا بايدنا الحفارة اللي تعرفوها الحفارة بننظف كل التسوز وكل البجمينتير كل اللي سوادي اللي بصير مثلا وال ديمن اللي زي يعني ديكاي ليجين كل والطراول اللي بتكون في اللهم بيكون طري شوي احيانا السن كله من نظفه تلاقيه بصير زي هيك شايفين وعدين هون بتحط الحشوة فلازم تقيم اللي هي خربانة بتقيمها بتنظفها اذا كان سطح واحد بسمو ايش simple cavity واذا كان سطحين اكتر مثلا عندي هون تسوز وفي عندي في الميزيال سايت زي هون او في الديستل اذا كان هادا ميزيال فهذا ديستل وهون في عندي التسوز كمان هادا صار compound cavity يعني two surfaces بسمو compound cavity of the tooth usually called as mesio mesio acclusal او disto acclusal عادة بيكون يا بيكون هذا عادة بيكون عادة طبعا بيكون على سطح الأكلوزل وسطح الايش الديستل او على سطح الأكلوزل والميزيال عادة هيك بيكون or or other any or any other two surfaces او من هون مهم بس هذا اللي عادة بيصير بس ممكن توصير فيزيزتانين مع بعض عادي غير هادون بس هادون هادون الاكتر بصيرهم ونفس الشي هون الاكتر في الأماكن المحببة للتسوز طيب اذا كان عندي اكتر شوفي هون تسوز وهو وهي في الأكلوزل اكتر يعني اكتر اكلوزل وديستل عرفتو ميزيوم وهي اكلوزل وهي الديستل يعني ثلاث صغر واحد السطح اللي هون والسطح اللي هون والسطح اللي هون اي اشي اكتر من ثلاثة او اربعة او خمس هذا معناته يسمو ايش يعني انت الكافيتي اللي حضرتو اسمو نظفت وكان تسوز وهون وهون ونظفت وعملت اكتر من او انت صار اسمو الكافيتي اللي انت حضرتو اسمو كومبلكس كافيتي فعندي على سطح واحد اوكي ويمكن السطح يكون بس ميزيل ويمكن يكون بس بدون ويمكن يكون ايش باكلي او بس اكتر اشي بصير دايما في اكليوزيل عادة او في او في تمام هاي ثلاثة انواع طيب اما الكارث انا بنحكي عن السطوح اللي حضرناهم شو نسموهم هذا الاسم يعني انا بتقول لدكتور بعد ما تيجي سنة تبلش تحفر على الموديل قبل ما تحفر على الموديل تقول دكتور انا بدي اعمل معناته انا بدي اقيم التسوس من سطح واحد وبعد ما اقيم التسوس اعمل احفر السن ونظفه راح يكون الكافيتي تعطي على ون سيرفز اما اجاب اقول له دكتور بدي اعمل انا كومباوند كافيتي شو معناها يعني راح يكون على فدكتورك بيعرف انه ايش اه يعني في عندك التسوس شكله جاي على فالكافيتي بعد ما تمضح فميسموه دكتور انا عملت كومبليكس كافيتي دكتور لحاله بفهم انه اه معناته عندك انت للتسوس كائن على فانت لما حضرت ونظفت وفي طريقة للتحديث طبعا مش هيك لما حضرت ونظفت كل التسوس صار في عندي كومبليكس كافيتي وبعديها بعد ما نظفها بتحط الحشوات اما لما نحكي في هذه الصورة لما نحكي عن تسوسات فبقول لي في عندي انواع للتسوسات الزمود سبتم التسوسات بقول لك في عندي اشيك مكتوب اوكي وين قلاص وين مش حطي نحن لقي اه طيب كلاس بس ليش هو مش محطوط كلاس طيب خلي نفرج كلاس طيب التسوس مكان التسوس على السن فيه اله ست انواع يعني لما بتقول لي يا دكتور انا عندي بقول لك دكتورك شو عندك شو التسوس بتقول له كلاس كلاس وبيختلف بس بس عشان هون مش كتير مشروع كلاس الانترنت لكن كلكم فيه اشي احلى لوضح لكم اكتر وين بنقدر نشوف اشي كويس وحلو من اشي يكون مشروع احسن يعني هون مش كتير لكم اياها مفروض تكتبوا انه يكون مكتوب عشان تعرفوا احسن هلي هلي نشوفها فليها عنا هل من اشي كتابي يكون مكتوب ممكن هون هيك احسن ايوة احسن كاريس هاي فين هاد الصورة احلى منا مشان نا خلص طيب بيقول لي فيه انواع ل يعني فيه عندي كلاسيفيكيشن اه كلاسيفيكيشن للكاريس هاي كاريس كلاسيفيكيشن يعني انا بدي اعرف مثلا اقول لدكتور انا فيه عندي والله كاريس بقول لي ايش هو الكلاس بقول له مثلا الكلاس فايف لما اقول كلاس فايف اعرف انه هاي كلاس فايف طيب شو هو الكلاس فايف يعني التسوس من موقع التسوس موقع ومكانه عملنا الكلاسيفيكيشن وليس من عمقه او قديش او شو لونه لا من موقعه كلاسيفينا انا سيج ترابيز اوكي مش كاتب انه من موقع من موقع طيب خلينا نقول كلاس وان هاي عندي كلاس وان زي ما انتم شايفين وين بيكون مكان اللي كلاس وان تو ثري فور فايف سكس اللي كلاس وان معناها بيتس انت فيشار الفيشار بتعرفوا شو معنا فيشار ولا لا بعد انتم صلتوا الفيشار نعم هاي بسموها بيتس انت فيشار هادول الخنادق شايفينهم هاد بيتس انت فيشار هيك هيك شايف التساموس وان صار بالفيشار 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 اول اشي بصير كتير بصير تسوسات بالفيشار هاي مشكلة هاي منطقة ضعف في الاسنان لان هون تراكم البكتيريا والاكل بالفيشار بيكون اعلى اشي كيفين هون تسوسات بلشت وين بالفيشار هاده هو الفيشار هاي الفيشار فيتس انت فيشار فيشار هاي هذا كله الخنضق هاد معنا شكيل بالعرب الفيشار بالظام بالشقوق الفيشار هم معنا فيشار ومسموه فيجار تماما فيجار صحيح فيشر او فيجار هاي شقوق هاي دنتل فيجار فبقولي هون كاريس افكتين بتس انت فيجار ون اكلوزل 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 اوكي الاكلوزل سيرفس بنعرف الاكلوزل سيرفس اوف ثيرت اوف مولرز المولرز كلهم التلات البريمولرز كمان واحنا بنعرف البريمولرز هذا قلنا ايش المولر هذا المولر اذا في عندي بريمولر هاي البريمولرز شايفين الفيشار هاي هون هيك وهي الفيشار يعني قلنا الفيشار الاكلوزل سيرفس اوف تيث مولرز وبرريمولرز وايش وا lingual part اوف انتيريار تيث ال lingual part اوف انتيريار تيث كلهم كيف يعني شو معنى ال lingual part او lingual سيرفس او palatal سيرفس خلينا شوف ثريدي يعني هاي الاسنان هاي شايفين على وهذا السيرفس هو ال lingual او palatal هذا ال او palatal سيرفس اذا كان فوق او palatal سيرفس خلينا نشوف ثريدي دقيقة فاهمكم كويس سيرفس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة طيب طيب طلع لما نحكي عن حكينا تعرفوا للأسنان أما الأسنان يعني سنترال لاترال كنين سنترال لاترال كنين هذا إحنا حكينا كان التسويس في مولار و ماشي رح نحكي عن سيرفس رح نحكي عن سيرفس إذا أجل التسويس هون أو هون هذا عبارة عن أما إذا كان هون هون سيرفس للأنتيريار تيث هذا كمان فهمتوا شو معناته؟ إذا كان هون تسويس إذا فو أكلوزل 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 فلما نطلع على الصورة فهمنا شو الأكلوزل سيرفس واللينجوال أو بالتال سيرفس أو أنتيريار تيث الآن بشكل بعدين طيب إذا عندي الكلاس 2 شو معناه أن أقول مريض عندي كلاس 2 يعني معناته أن التسويس بين السنين بين السنين بين السنين كلاس 2 أو إذا كان هناك التسويس هذا يسموه سكند كلاس 2 مش سكند كلاس 2 تعرف شو معناه الميزل أو الدستل سيرفس للأسنان طيب للمولارز والبريمولارز طيب كلاس 3 شو معناه سهلة سهلة سنترال انسيزز لاترال انسيزز اللي هو إيش مناش نصاعب عليكم سنترال انسيزز واللاتر للأنتيريار تيث نحكيك بشكل عام هلا بعدين لقدام راح تدرسوا أكتر الاسبيسيفيكيشن لكل إيش لكل تسوي راحون لهون المولارز في الابروكسيمال هو كلاس 2 كلاس 3 لا إيش لا الانتيريار تيث هلا اللي بيأخذ الكلاس 4 اللي هو كاريس أفكتينج بروكسيمال إنكلودك إنسايزل آنجل أوف تيث انتيريار تيث يعني الرابع شو معناه إذا صار عندي الابروكسيمال زي الاتهاب هون زي هون زي هون إذا راح ودخل على الانجل وصل الانجل زاوية هون اللي هي إنسايزل آنجل هذا الانجل يعني إذا التسوّس كان بين الأسنان أو لا ووصل للانجل يعني التسوّس هون وطلع ووصل لهم هاي الانجل وهي انجل هاي الزاوية وهي الزاوية إذا وصل الزاوية تخط الزاوية فصار اسمه إيش كلاس 4 تمام كلاس 4 يعني لمين افكتين بروكسي انكلودين انسايزل انجل اف انتيريا تيث عندي بدي أشوف والله أرجع للكتاب عشان إذا نظرنا نمشي مع الكتاب لأنه مش موجودة دكتور عمير مش حطيتها في المحاضرة بدي أشوف أرجع للكتاب ما في صورة في الكتاب لازم يكون في صورة للكتاب مشان نمشي زي الكتاب بصدر عندي شو معنى كلاس 5 عادة نحكي بكلام بسيط بكلام بسيط مناش نحكي على وين هو عند منطقة الأسنال كان عندي تسوس هون صورة بس بشان of facial or lingual surfaces of anterior or posterior يعني السيرفس اللي هو الفاشل أو الباكل أو اللابيال هو نفسه الفاشل وال lingual أو البلتال مشان تكونوا فاهمين يعني إذا كان التسوس في المنطقة مش الابروكسيمال انتعارفين الابروكسيمال بين الأسنان إذا كان لا على ال lingual هون التسوس هون أو هون أو هون عارفين أو هون أو هون أو هون تمام؟ تحت عند النقل أو بكلي هون أو هون أو هون أو هون أو هون هون هذا كما قلنا كاريز أفكتين جينجيبال وان ثيرد أو فيشل شو معنى جينجيبال وان ثيرد؟ يعني منطقة منطقة تقريباً النك عشان تكونوا فاهمين شو معنى وان ثيرد؟ يعني منطقة هاي عندي هاي one الثيرد هذا الجينجيفة عندي الجينجيفة هاي جينجيفة هذا الثيرد الأول هذا الثيرد التاني وهذا الثيرد التالي يعني الثلث اللثوي الثلث القريب اذا كان هون التسوس او هون ما بيكون هون اذا كان هون التسوس او هون او هون او هون او هون عنده one third of ginger buckally او labially lingually palatally هذا الكاريس اللي هون يسموه ايش هون ايش هون هاذا class one هون هبسمو class five وضحت من الصورة سوري ما راح الصورة شايفين منو هاي التسوس class five مثلا خلي تفرج طيب خلي نكمل مشان بعدين نشوف الآيش زي طيب عندي شو معنى cups الكسب معناها الحدبة وهذا مش كتير بصير قليل ما يصير اذا صار التسوس في الكسب شو وين الكسب ها هاي الكسب هاي ما خلي نتفرج على السلم هاي ايش مال الميز والبقال كسب هذا كسب هذا كسب الحدبات وقلنا البريمولرز مثلا باي كسب مضبوط خلي نتطور على البريمولر مثلا يعني كسب على قسب هو اكل جوا هو اذا كان على القسب ال الحدب مالك يكون هاي هاي الحدي اذا كانت على الحدب نفسها فهي سم능 وهدا طبعا اندر واحد قليلا ما يكون على نفس الكاسب على الفيشارز مكاريس افكتين كاسب تابس اف مولارس والبريمولارس واحنا بنعرفينه المولار والبريمولارس هم اللي فيهم كاسبس فيهم حدا بعد كمان هيك احنا فهمنا اكتر تو الكلاس وان كلاس تو كلاس تري لو نطلع كمان نشوف صور لا الكلاس وان شايفين كلاس وان بين او على البلتان الانتيورتيث اذا كان في الابروكسيمال شايفين الابروكسيمال سيرفيس بسمو كلاس تو اذا كان لعنا كلاس تري عند شو اسمو عند داخل او بروكسيمال وعا الانجل وصل هل بسمو كلاس تري للانتيرير واذا كان عند الانتيرير والمولارس على الفي على النيك منطقة وان ثيرد او هل بسمو كلاس فايف وكلاس سيكس وبيجا على الاش والكاسب واي فيه رسوم فيه لكل واحد تقدروا انا بدي اياكم تدخلوا ممكن تشوف اشي على اليوتيوب فيديو بفرجيكم بشرح لكم بتتفرج هذا مثلا شو بنقول عنه على طول بس اشوفوا ايش بقول عنه على طول انه على طول بقول كلاس فايف شايفينو هذا كارس كلاس فايف على طول هاي كلاس فايف عند انك شايفينو كلاس فايف كلاس وان بس لق خلينا نمشي في المحاضرة عشان نتأخر هيك فها هي الكلاس بشكل اوسع وهي كلاس 2 الابروكسيمال شايفينو سيرفيس هاي كلاس ثري بشكل اوسع بشكل اوسع هنا نحكي عنه بسرعة طيب في البيت في عندي ممكن في البيت وانا في العيادات ممكن نعمل الواقائي في البيت ممكن ايش نعمل ممكن ايش نعمل تكنيكس الفلورايد هي مادة تقوّل أسنان وتقوّل مينة وهذا ستدسوه لأدام فلورايد فلورايد يتعرفوا ان معجين الأسنان فيها وفي نسبة فلورايد تكون أعلى في العيادات ممكن نعملها لننفرجكم إياها عن طريق معجين الأسنان في الدار ومن يستخدم الفلورايد عن طريق معجين الأسنان اللي بكون فيها tooth paste اللي هي مع جنس اللي اكون هاي الوقاية اللي ممكن تعملها في البيت شو كمان ممكن ايش اه اوكي الفلوروزز هذا يعني مش موضوع كبير انه هو صار في عندي مشكلة خلال نمو الطفل صار في عنده زيادة اه في الفلورايد في نسبة الدم بسبب الماء فيه فلورايد عالي فيه مناطق فيها بكون الماء فيها نسبة فلورايد عالية وبتعملي مرض اسمه فلوروزز طيب انه فيه في الدم نسبة فلورايد بيعمل لي تلون في الاسنان هذا راح تترسوه الفلوروزز هاي مشكلة بسبب انه النسبة الفلورايد بتكون عالية في الماء والطفل بتكون يشرب الماء هذا يشرب ما يفسر عنده ايش يسموه فلوروزز طيب اللي هو اللي هو موجود وين في الووتر اوكي عادة في الماء سيستيبك فلورايد قديش عندنا فلورايد في الماء سيستيبك فالبشرة ما يكتبس عنده فلوروزز طيب الجيشل ولي بدخل فلورايد فيه عن طريق الاكل قديش بدخل هو ممكن يعمل لي مشكلة فيه هذا مش موضوعنا مش بسيط يعني بس تعمل شو هو فلوروزز على ايش هاي بده اياك لحالك تقرأ عنها شوية شايفين كيف شايفين هاي كيف الوان السن اللي يكونها على عتمية هذا مش تسموه سابق هذا فلوروزز شايفين هذا مش تسموه سابق هذا تصبار تصير في السن وفي تكوين المينة والدنتن يكون فيه تسوء في التكون ومرات على سن واحد او سنين هذا بسبب ايش فلوروزز فيعني مشكلة في الماء نسبة الفلورايد اللي بتدخل الجسم مش كويس نسبة عالية فيه بل فيه اماكن بيكون على التوبيكال فلورايد هذا السيستيبك اللي هو عن طريق ايش الاكل والنجيشل اللي هو عن طريق الاكل واللي شو بيدخل على جسمك طيب التوبيكال فلورايد اللي احنا بنحطه على الاسنان حتى نعمل وقايا لانه ايش زيادة اللي هو زدخل مع الماء في الجسم كله ممكن يعملني مشكلة اما لما اعمل ابل كيش للاسنان انا بقويها على شالس عند هذا في البيت ممكن يعمل الواحد اه وممكن ايش دكتور الاسنان يعملو اياه يعمل طلاء هلا يمكن رح نيجي عليه اوكي خلينيجي عليه بعد شوي اه ممكن في منه جل في منه معجين في عنده سوائل بتكون مشبع بالفلورايد هاي بتحطها بتمك بتلاقي جسمك ايش بيدخل في آلية في آلية لتقوية المينة للسن بتطبيق الفلورايد عليها هذا رح نحك عنه بعد شوي وكيف الميكانيزم كيف الفلورايد بدخله بيقو الكالسي والامور هاي بتدرسوها لقدام الادشين الهوم برميشين لدي تنويل المينة لجينجي بالبروم رايز يعني هكي تقدر تتمضمط في عندي رايز اللي هي المضمضة انتي بلاك ماوث رايز شو معنا انتي بلاك حكينا عن البلاك تذكروا البلاك اللي قبل شوي حكينا عنه اللي بيكون على سطح الاسناء الآن شو بروح كله هاي البلاك شايفين هاي طبقة هاي شايفين ها هاي البلاك هولكي كتير واضحة هاي البلاك هاي شوفوا هاي الطبقة هاي كتير يعني هاي جيل عنده سيئ ويق جيل جيل فيتس الانتهاب وهذا بعمل لي تساوسات قوية ففي محلي بتدوب هاد البلاك للمضمضة اللي هو هاد البلاك السبب الرئيسي يعمل لي طلاع البلاك انا بفرشيش سنانو بالمرة شايفين فهاي هاي المعجيب المحليل اللي هو المضمضة اللي كنتين ثلاثة كيميكال may reduce أو تذويب thin covering of the teeth called black thin covering اللي هاد الخفيف اللي شوفنا اللي بالصورة اللي black ففي بذوب في عندي mouthwash بريث 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 هذا في لكل كمان غشاء فيه كمان محيط بتدفسو بعدين غشاء محيط في السن كمان بيعمل اشتساوسات وهذا بدومه في عندي disclosing هذا شو عبارة عبارة عن محلول red food caloning sodium saudiom 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 هذا المحلول بتحط على الزن مثلا في عندك مريض بدك تشوف انت الhygiene تاعه وبتقول مثلا فرش سنانك ونروح بفرش سنانه تعال انت فرش كويس ولا انا بفرش كويس في محلول disclosing disclosing كاشف محلية كاشفة شو بتعمل بس مثلا فرش سنانه بتروح هذا على الأسنان بتلاقيه بيعملي تلوين لمنطقة البلاك استين بيعملي استين بيعملي تصبغات disclosing stain as acquired acquired or black اللي هو مكان فانت بتعرف هو بنظف سنانه ولا لا ممكن يكون منطقة بنظفها كويس ومنطقة لا فانت بتعمل الكاشف هذا الكاشف ونروح وبفرده ما بيفرد شي كويس سنانه لون ما يجي بدك تشوف انت كيف لثة عنده كيف الأسنان على طول ممكن على طول بس احط ايش احط المادة هاي وبتلاقيها بت ايش بتلون الأسنان اللي هو بتلون البلاك وبتفرجيني البلاك اللي موجود شايفين هذا هو محليل هاي أنا محلول حطيته شايف كيف بلون هاي 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 بتلون وبتفرجيني وين ها شايفين وين مشاكل وما بيفرد سنانه البلاك البلاك بيمسك وكل ما كان اخف زي هي كل ما كان احسن شايفين هون ما فيه هون فببين الأماكن اللي ما بيفرد سنانه كويس هاي التقوية بتلاقي ما بيفرد سنانه كويس بتلاقي بعمل بس مريد تقوي محط له هذا الكاشف محلول أحليل متنوعة نواعة كتير عطول بيبين لك إيش كيف هو بفرشي يعني سوى طلع الطفل قديش عنده ما لاته بفرشي سنان كويس هذا يعتبر يعني كويس يعني بس على الاتجاه طيب تطورت توث برشي في عنا توث برش اللي هو بكون يدوي وفي عنا إلكتريك أو باتريك وتعرفوا في عندكم فيه منهم زي فيه لهم أدفانتيجز وديس أدفانتيجز طيب في عنا هي على توث برشي في عنا اللي هو الهاليتوزز معناها إيش الهاليتوزز معناها رائحة الفم الكريه ذات إز آبات بريث يعني رائحة الكمل رائحة الفم الكريهة هي معناها هاليتوزز يعني توزز هو رائحة الفم الكريهة طيب بس عشان نمشي بسرعة أو المادة فلوس في عنا للوقاية كمان إيش بنعمل فلوس شو الفلوس هو عبارة عن الخيط زي ما أنتوا شايفينه أو زي هيك هل نفرجيكم إياه ثريدز خيطان طيب خلي نشوف نشرح عن طريق إيش الصور أحسن نعمل ثلاثة في عنا أنواع للخيطان شايفينها في عنا هيك في عنا هيك في عنا آآ كيف بتفرش كيف بتنظف بين الأسنان هنا هي الخيطان في الأرثود في التقويم بيستخدموها بيستخدموها بين الأسنان للتنظيف هذا الفلوس في عنا الفلوس اللي بيجي بيجي هيك وبيجي آآ مش هاده اللي بحبه خلينا فلوس دينتل خيط في زي هدول شايفين على هولدر على هولدر وفي بالخيط وفي عن طريق إيش تاب وفي عن طريق في زي زي حبال شايفين بطلع بتنظف بين الأسنان بتعلم أنه هذا إنه الأكل بقايا الأكل أو إيش تنظف بين الأسنان وينظف بي بالإنتر بالأبروكسيمال سيرفيسيز الأبروكسيمال سيرفيسيز هو سيرفيس صعب شايفين أبروكسيمال سيرفيسيز وين بدخل الخيط بنظف لي ما بين الأسنان وبيخفف لي من الإيش طبعا في عندي منه خطان فيه إيش برش يمكن هاللي يجي لنا طبعا أورال بي كتير مشهورة وتحت الجدو الجسور في عندك جسر في تحت مثلا في لكيش بدخل في إيش تحت ممكن تنظف تحت الجسر كمان طبعا في منه على طبقة بيكون في منه عليه واكس في منه بيكون ملون بيش ملون يعني طعم بيش طعم في منه بيجي طعم في بيجي يعني يعني بدون إش بدون طعم في منه بنحط عليه شوية فلورايد حسب يعني وفي منه بيجي إش روب عشكل يعني حبل أورالي روب حبلي روب شو يعني عشكل حبل بيكون آه لا مش هيك يعني مم زي هايا زي هيك شايفين هاي مش كتير مستخدم عنا على شكل حبل شايفين هيك بيكون ملفوف لف وفي منه تاب هذا تاب ملفوف على إشي التاب غير عن الروب روب هي حزمة حزمة هيك بيكون مدوة ملفة ها بيسمو إش كيف الحبل انت بتلفو وبتكومو في مكان هذا روب بيسموه وفي إشي حتى اللي شايفينه زي الحبل بيكون جوه وفي إشي اسمه تاب هاي شايفينه هاي 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 و هيك شكله لما يكون طيب وفي عن التاب بيسموه 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 وهذا إيش عنا مع هولدر بيكون خيط مع هولدر طيب تاب بيكون ملفوف على إشي هذا كله بيكون ملفوف جوه لفة بيسموه تاب ستايل طيب انتر دينتل براش لو أنا بدي بينكم اليوم شغلة بشان تتعلم تعرف شوية شو بالضبط بتحط انتر دينتل براش و شايفينه و بنفتح على فيديوهات أو بنفتح على ياش من يوتيوب خلينا بتعلم كيف وتعرف كل واحد شو هو و كيف شكله و شو بيعمل وطريقته بس هيك تاخد فكرة مشا لما تدرس يكون ممتع ايش طلع مثلا بيقول لك كيف 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 تطلب تفتح على على اليوتيوب وتتفرج كيف بيعمل كل انواح و أشكال هم شايفينكي و كيف تطعجو شايفين و كيف بتدخل جوه و كيف بنظف في ال ال كل هدولا تقدر تطلع على أنواح وتتسلى يعني و كيف بالتقويم مثلا هاي التقويم و كيف ايش بدخل وبنظف شايفين البراش شايفين كيف في طرق في بين الاسنان و في بين هذا وبتنظف التقويم شايف ما يكون هاي كله عندكم هنو بتتفرط تسلوا استمتعوا اللي فلوس هادي الفلوس اللي على هولدر شايفين كيف كيف بيدخل بين الاسنان هاي في البراش كمان نوعية هادي بيجي مع براش و إيش و إنت ل فلوس فعندك أنت أشياء كتير تتفرط تتسلى و أعرف شو في عندك طيب تقرأ و في عندك الوديل تك اللي هما نكشات الأسنام تنظفها لأكل وبقاء الأكل في الانتر بروكسيما الجينجيرا اللي بين الأسنان و تيش تيش تيركوليشن في منه بيعمل مساج في قطة لم طلعو تيش تيركوليشن مثلا ما مساج مثلا دينتر طلعو ايه عندي ويراح ها 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 بتتعلم كيف بسرعة تدرس تفتح تتفرج تعلم هاي في عندك هاي الجم هاي بتدخل بين اللت مشان تعبل مساج لاللت أوكي بتدخل مساج لاللت هذا اللي عنده ما امراض اللت أوكي وبتتعمل مساج للجينجي وهي في عندك مساج فبتقدر تقرأ وتتفرج عن أشياء اللي موجودة شايفين هذا كلها كلها علاجية كلها وقائية ربي كله أشياء وقائية بتدر تقرأ وتفتح عنهم طيب شو عنا كمان عليكم معي شوية باش محاضرة طيب عنا Water Irrigation Machine هذا عبارة عن Irrigation Machine بيطلع مية وبينظف ما بين الأسنان اللي بعرفش إذا شفتوه عمركم مفروض خلص شفتوه افتع اليوتيوب بسرعة بتحط إيش ما هي موجودة هنا أصلا بتتفرج عليه كيف بيشتغل نعم 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 دينتل كل شي بتحط دينتل هيا بتتفرج عليه كيف بيشتغل وكيف الزوايا وكيف هذا كله رح تصير إيش في التقويم كيف بيشتغل Irrigation Water Injector بيرش شسنان بتضفق بين الأسنان وبينظف البقايا الموجودة بين الأسنان شايفين كيف هذا وقائي كله أنواحهم أشياءهم كيف بيستخدموا المهم فتقدروا تتفرجوا عليه تعمل بس Electric Water Spray Device with Blunt فلس طيب في عندي إيش Fluoride Application في عنه Fluoride في طبقات من Fluoride Application الطبقة بتحطها على السن وبعد فترة بتقيمها طلاء بتحطه على السن لفترة معينة كان هو ممكن يكون Liquid سائل أو Gel أو Foam Foam معناها Foam فام عارفين شو معناها بالعربي مش هعارف كيف والله Foam أحكو أحكو إياها بالعربي الوهم الفارنيش اللي هو زي طلاء أوكي تو سيرز بنحط الطلاء أو الفوم أو الطلاء عليه وبعدين إيش بعمل مضمضة وكل واحد مثلا بعد 30 دقيقة بإيم هذا بيكون فيه Fluoride Foam معناها رغوي وفي عنا إيش هذا المهم بس أخير شو بحكي إياه اللي هو Sealand Application وبتتفرج لليوم على اليوتيوب بتفتح اليوتيوب وبتتفرج تذكروا الفيشرز الفيشرز عبارة عن أن الفيشر هاي بتعمل وقائي مشان ما يصير فيها Demonalization وما يصير فيها Decay أو ما يصير فيها Carious Legion أو Demonalization إحنا بنعمل الفيشرز بسكرها كيف الطبقة هاي بتعمل بنحط حامض خفيف هون بنحط حامض والحامض بعمل على التخريش وبتحط طبقة اسمها Sealer ها والطبقة هاي بتعبي الفيشرز مشان ما يصير ش فيه تسوز في الأماكن هاي خلين نتفرج بس خالف آخر فيديو هاي شان حين بتشوف كيف بعمل السيرة تطلع مثلا شايفين السيلر بيعبي هذا المكان ممكن تتفرج على فيديوهات طبيعية ممكن تتفرج هاي السيلر شايفين هذا السيلر بس دنتل دنتل بحط الحامض تطلع على فيديوهات ها رح تطلع مثلا هو animation هذا تحضير خفيف سطحي بس ممكن يكون وبتحط عليه ايش ايش ومرات بدون ما تحضر ايش خفيف بتحط هذا الحامض وبعد الحامض بعمل تخريش عشان يلزق السيلر هاي السيلر هذا السيلر مادة مالية للفيجر بس للفيجر وكي عند الاطفال كتير بعملوها كتير كويس ها وبتحافظ وبعدين يعني بجمد لحاله وفي منه لا لازم تحط عليه ضو خاص الترافياليت مشان ايش انشف لياها وبتصير ناشف موجودة هاي بتطلع هاي انواع سيلر كتير واشياء حلوة وممكن تتفرج انت في العيادة كيف بعملو بتطلع على مثلا هاي العيادة كيف بتفرج على السيلر كيف بعملو كيف بحضر حلو ممتع وكيف الاسنان بحطو عليه سيلر هاي جا تظر ايش وقاية تفرج على فيديوهات كيف بعملو وطلع على فيديوهات حق القية كيف بعمل الدكتور كيف بعمل السيلر متعلم متفرج حلو هذا كل هو وقاية نحن ما نكون هيك خلصنا في حد عنده اي اسئيل بعرفين مستعجلين على المحاضر اللي بعدها يبخ المية بس اللي بيعتمد بس عليه هذا البخام مش كتير كويس لازم فيه اشياء كتير اللي هو لازم ينضر السنر بالفرشاق في حدا عنده انا سوريا عشان يمرشح بميض شوية صوتي ممكن مش كتير حدا عنده اي اسئلة خلص يعطيكم العافية عشان فيه عند المحاضر اللي بعدها بلشت نلتقي فيكم ان شاء الله يوم الاتنين القادم بالنسبة لالامتحان الامتحان شفتوا سهل جدا بس الاملاء الاملاء بدا يشوف الاملاء اذا فيه مشكلة في الاملاء يعني راح اتبع كتير على موضوع الاملاء اللي املاء غلط راح يكون قلق الاجابات اشترك 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 اشترك